أعقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا ثنائيا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر وذلك قبيل بدء أعمال اللجنة العلية المشتركة بين البلدين وتناول لقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين حيث أكد شكري على اعتزاز مصر بقوة العلاقات الأخوية التي تجمعها مع دولة قطر الشقيقة ومن جانبه أعرب وزير الخارجية القطرية عن تقدير بلاده للروابط الوثيقة والممتدة بين البلدين الشقيقين ومشاهداته العلاقات من نقلة نوعية في مختلف المجالات كما استعرض الوزيران جهود البلدين المشتركة على مصاري تسوية الأزمة في قطاع غزة مجددين التأكيد على حتمية وقف إطلاق النار كما تطرق اللقاء للتوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأزمة في غزة ومنها على الساحة اللبنانية والأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان ومستجدات صد النهضة واتفق الوزيران على مواصلة تكثيف التنسيق والعمل المشترك لتعميق مصاري العلاقات الثنائية في شتى المجالات اشتركوا في القناة